في ظل أزمة مالية خانقة تضاعفت منذ انخفاض أسعار النفط عالميا بعد جائحة كورونا بالتوازي مع إخفاق الحكومة في خفض مستوى الفساد المستشري في البلاد تتواصل عمليات النهب لثروات العراق عبر طرق شتى بما في ذلك السيطرة على المنافذ البرية والبحرية المطالبات المتواصلة بإبعاد هيمنة الجهات الحزبية والميليشيوية عن الموانئ العراقية في محافظة البصرة التي تمثل المنفذ البحرية الوحيدة للعراق لم تجد آذانا صاغية بينما تؤكد إدارة ميناء أم قصر أن سواء الإجراءات الإدارية تسببت في انخفاض حركة البواخر الواصلة إلى الميناء بنسبة 40% من عكس سلبا على حجم الموارد المالية التي يحققها مدير ميناء أم قصر التجاري فرزق عبد الرزاق دعا إلى تبسيط الإجراءات القمرقية ومنح التسهيلات الممكنة إلى التجار وتهيئة الطرق الداخلية لميناء أم قصر وحوكمة العمل الإلكتروني في الموانئ كخطوات لإعادة الحركة التجارية إلى سابق عهدها ويؤكد مسؤولون في محافظة البصرة أن مشكلة الموانئ بشكل عام تكمن في فرض الأحزاب السياسية المتنفذة وميليشيات المسلحة نفوذها داخل الموانئ على غرار ما يجري في المنافذ البرية مع دول الجوار فيما يحاول التجار والمستثمرون إدخال بضائعهم من مناطق أخرى بعيدا عن الابتزاز أو التأخير والمساومة التي يتعرضون لها ويضيف المسؤولون أن البصرة تعيش صراع نفوذ بين الميليشيات على المنافذ الدولية بشكل عام من عكس على إدارة هذه المنافذ واستقطابها للحركة التجارية وفقا لما يناسب مصلحة تلك الميليشيات لا مصلحة البلاد وتبدو الحكومة وفق نواب ومسؤولين عاجزة عن السيطرة على المنافذ الحدودية التي تتقاسم أحزاب وميليشيات السيطرة عليها مشيرين إلى ضياع أموال طائلة يفترض أنها تذهب إلى خزينة الدولة لكن طريقها يتجه إلى جيوب الفاسدين الذين أحكموا قبضتهم على كل مقدرات البلاد